سعى الخير في حلقة جديدة من دفتر أحوال اتصالات كتيرة قوي أسئلة كتيرة قوي موضوع تقريباً أصبح بالنسبة لي على الأقل الأسبوع اللي فات ده هو موضوع الساعة مشاكل كتير قوي ومواجهة الناس كتير وكقريباً مجرد ما فتحنا الموضوع وانهالت الاتصالات انهالت الأسئلة في نفس الموضوع طب موضوعنا إيه؟ موضوعنا إن أنا عندي تشابه في الأسماء أصلاً اتقبض علي ده أنا ما عملتش حاجة طب يعني إيه ما عملتش حاجة ومقبض عليك أصلاً اسمي متشابه مع اسم حد تاني واتقبض علي طب وبعدين وبعدين خادوني على الاسم وطلعت على النيابة وقعدت لي 3-4 أيام على ما خرجت على ما تأكدوا إن مش أنا طب إزاي كده؟ أول ما اتكلمنا في الموضوع حاجة تدايق حاجة تدايق جداً شوية بالذات الناس اللي يعني السيرة الذاتية بتاعته النظيفة طب هو عمل إيه؟ يعني ما ظلمش حد ما نصبش على حد ما سرقش ما عملش أي مشكلة جرينا جري واستعنا بيعني بأحد الأعمدة الرئيسية في برنامجنا دفتر أحوال قلنا له إيه هي المشكلة ونتجتها جاية منين ونحلها إزاي؟ نقول لك الأول معنا مين؟ معايا المسشار ماجد صلاح عبد السلام المحامي بالنقض اللي هو خبير في الأمور الجنائية استعنا بيه سألناه الأول هو رحب بيه أنا نفهم بيك مشكلة كبيرة أوي طبعاً أكيد تقريباً ناس كتير أوي بتكلمنا اللي بيحصل ده مش عارفين القصور من عند مين؟ مش عارفين المشكلة فين؟ هل تم حال المشكلة؟ هل نقشنا؟ وزارة الداخلية ووزارة العدل؟ مين اللي حل ده؟ أسئلة كتير قوي الأول حابب أفكر كل مشاهديني ببرنامج دفتر أحوال موجود على الشاشة أرقامنا صفحة دفتر أحوال بالعربي على الفيسبوك أسئلة اللي عايز يسألنا إحنا هنرد عليه في نفس اللحظة مستنينكم تابعونا إنما النهاردة نسمع بقى الحلول والموضوع كله من المستشار مجد هو طبعاً المشكلة دي لها وجهين تشاب أسماء ونتزد عليها أحكام غيابية وبعد كده تاخد براءات وتيبقى برضو الأحكام مسجلة لا فهمنا أنا دلوقتي ماشي في الشارع قابلني كمين اسمك إيه؟ قلت لي اسم كذا قال لي ديني البطاقة خد البطاقة مني قال لي إذا أنت متهم في قضية نصب أنت عليك حك تمام قلت له والله مش أنا قال لي لا هو أنت وهنقبض عليك هو في قلية دلوقتي تتبعها النيابة العامة في موضوع الوقوف على عملية التشابه يعني نرد النيابة لما بتيجي تعمل إجراء أي إجراء تحقيق مع أي متهم بيتم في تحت بند ملحوظة أخذ اسم الأم بالكامل والرقم القومي وتاريخ الميلاد عشان نقدر نفرق ما بين متهم وآخر فهم بيرجعوا في الحالة دي بقى إلى شهادات الميلاد الأم أو الأب تواريخ الميلاد الخاصة بالمتهم إذا كان الرقم القومي مثلا في بيان مختلف فبيقدروا من الحتة دي يفرقوا ما بين متهم وآخر طب مال إزاي حالات كتير قوي جيالنا على الصفحة وحالات كتير في رسائل خاصة إنه الناس تقبض عليها وبعد رحلة المعاناة الكزا يوم تم الاكتشاف إنه مش هم يا المشكلة مش في عملية الاكتشاف المشكلة في آلية إتمام الإجراء ده بسرعة لأنه هو ممكن يتم القبض عليه مثلا في محافظة أخرى تحت تشابه الأسماء جميل يتم التحفظ عليه الفترة معينة أو ترحيله عشان غير يتأكدوا هو ده الشخص هو ده لا طب النهاردة لذا بيترتب عليه يعني أنت فتحت جزئية يعني نار بالفعل النهاردة أنا تقبض عليها بالمواصفة دي في محافظة الجيزة قالوا لي أنت عليك قضية في اسكندرية النهاردة ما فيش وسيلة تأكد من ده من غير ما ترحل ويتم ترحيله من محافظة لمحافظة عن طريق الاتصال أو عن طريق الكشف هو غالبا أحيانا بيتصل بتلفونات ولكن أحيانا برضو بيتم عملية القبض في وقت متأخر من الليل فحيطة الاتصالات دي بتبقى معدومة لأن تنفيذ الأحكام نفسه اللي هو متضمن بيانات الدعوة وأوراقها وبيانات المتهم بيبقى مقره غالبا في النيابة في مقر النيابة اللي تبع عليها المحكمة فده بيتطلبه وطبيعة الحال أنه يتصل بالمسؤول هناك عشان يتأكد أو ممكن يلجعوا لأوراق القضية بيانات متعلقة في القضية العنوان كل دي حاجات نقدر نفرق بيها هل هذا هو المتهم الحقيقي ولا فيه تشابه في عملية الأسلحة خليني أسألك سؤال صريح شوية في الموضوع يعني هل تم تدرك الأمر ده في السنوات الأخيرة أنه هم يحاولوا يقنونوا الوضع ده في المسألة الشبهة هم هم يتطلوا دلوقتي بيأخذوا بيانات الأم والعنوان تحديدا وتحريخ الملاد كوسيلة برضو من الوسائل التفرقة بين المتهمين معضين طب خليني أسألك الأول عشان المشاهد يقدر يفهمنا في الحتة دي هلش جزئية دي المختص بيها هي وزارة العدل ولا وزارة الداخلية يا مفروض أنه تبقى يعني فيه تنصيق ما بين الجهتين بس طبعا في المقام الأول هي وزارة الداخلية وزارة الداخلية لأنها المنوط لها بعملية الأمن والحفاظ داخل الدولة وبالتالي هي اللي بتقوم بعملية تنفيذ الأحكام والكلام ده فلازم يتم وضع آلية معينة نقدر من خلالها نحن نقدر نفرق بين الأشخاص طب ما تخليني برضو صريح معاك يمكن أنا هرد عليك ردا برد ما هي البيانات اللي هتاخدها وزارة الداخلية ما هي مجبرة تاخدها لنتيجة حكم جنائي من وزارة العدل آه ما قال النهاردة الأحكام الجنائية دي بقى لها وضع تاني ما هو واحدة بنتكلم بقى دي نقطة في غاية الأهمية إن أنا النهاردة ممكن يصدر ضد شخص ما كمان حكم غيابي تماما ويقوم بعمل معارضة وياخد براءة ويظل هذا الحكم في الكمبيوتر طول ما يروح كمان يتقبض عليه لحد ما يتأكدوا إن الحكم ده تم الحكم فيه بالبراءة أنت بتكلمني في جزئية يعني دي مهمة جدا غلبية الناس كده يعني غلبية الناس اللي بتعاني بتعاني من المقتل يعني أنا النهاردة ممكن يكون شخص ما صدر ضده حكم هو ما يعرفش بيه عجز وترديد واخد جنحة جميل واتحكم عليه بشهر دكتور جميع ماشي فيه فيه دكتور جميع ماشي هو مدام بتاعه ووقفوه كمين شاية كعليه لعليه حكم اتحفظ عليه بادلك مني واربعين ساعة عشان خاطر يعمل إجراءة المعارضة في حكم هو ما كانش يبيق على ضياء على ضراية به تمام فالنهاردة المفروض إنه نازم يكون فيه آلية من فيه وزارة الداخلية قادر بيها إن أنا أبعد المواطن اللي هو متيقم برأته عن عملية البهدان تخليني أكون منصب برضو يعني وخليني أشيل الوزارتين المسئولية لأنها طبعا أكيد مسئولية مزدوجة النهاردة مش لازم يكون فيه إعلان حقيقي رسمي من الوزارة بالحكم وحين الإعلان بيتم إداري وبمجب خطام مسجل ممكن الخطام المسجل ييجي للمتهم بعد معد الجلسة وممكن ما يجيش إطلاق طب العملية دي ما لهاش طريقة في التخلين محتاج لتنصيق من قبل الجهات المعنية وبعدين النهاردة أنا تم الأبضع من المتهم صدف ضد حكمي غيابي وأنا عارف إنه هيعمل معارضة ويطلع طب أنا ليه أرحله أو إن أنا أحبسه ثلاثة أيام وبالما يجيب لي شهادة إنه أعمل معارضة طب أنا ممكن أتمامله إجراءات المعارضة داخل قسم الشرطة اللي هو تم الأبضع لي كإجراء معين وياخد بعض ويمشي مش ضروري إن أنا أتحفظ عليه فترة كبيرة من الزمن مش ضروري إن أنا أرحله في شكل مستشار ماجد هو أكيد لما بيتم التحفظ على المتهم لأنه هو خشة الهرب لأنه راجل دلوقتي يعني فسادت حكم فإن ما هو الحكم الغيابي عموماً ده حكم تهديدي يعني بسقط بقوة القانون بمجرد المعارضة فيه فأنا النهاردة ما ينفعش إن أنا أخد إنسان بجريرة حكم غيابي أو إنه هو صدر حكم النهاردة خليني برضو منصف مشاهدين النهاردة مش مش هيفهموا الجزئية دي هو هيحس إنه هو يعني خليني أقول كل المتابعين هيقول أنا راجل اتقبض عليّ وتظلمت في واقع أنا مليش علاقة بيها ما يفهمش فنيات القانون أول خطوة بقى يعني المفروض هنا أنا النهاردة كجاه معنية صدر ضد حطي حكم غيابي وقامت النظارة المعنية بتسجيل الحكم ده على الكمبيوتر لما أنا أجي أعمل معارضة ويارض الحكم من البراءة يتعين برضو تسجيل حكم البراءة ده على الكمبيوتر لكن الأحكام الغيابية بيتم تسجيلها إنت عايز تقول لي إنت عايز تقول لي دلوقتي إنه بيتم لما مثلا يتحكم على أحمد فلان اسمه أحمد يتحكم عليه بسانة حبس تمام فبتبعت وزارة العادل لوزارة الداخلية وتسجل حكم الحكم بيتحفل في وزارة الداخلية جميل تمام وبعدين بينزل على الكمبيوتر تمام ونزل على الكمبيوتر أحمد بقى ده وعمل معارضة أحمد ده رح عمل معارضة في المحكمة وخد براءة بسهل كده ما بيتسجلش ما يتسجلش آه إنما تسجل أول يسجل بنفسه آه لا ده أنا كمان هو بيمشي بيقدم طلبات وأحيانا ينظر فيها ولا وأحيانا لا ينظر فيها بمعنى إيه يعني إن هذا إجراءات البراءة لا يعتد بيها بقدر الأحكام المتعلقة بالإدارة بمعنى إيه يعني برضو عايز أفهم تاني يعني النهاردة أحمد ده اتفقنا إن فيه مثال عندنا راجل اسمه أحمد أخذ براءة وزارة الداخلية بيش يسجلوا البراءة يبدأ لا هو بيقدم طلب تمام بس هي بتاخد أمد وممكن يكون فيها صدى وممكن يكون لها الصدى يعني ما بس خليني برضو منصف يعني خليني وسطي منصف أنا أعلم جيدا إنك لما بتطلع شهادة بالبراءة لأنها بيش بتكون طلب هي شهادة بتطلع شهادة بالبراءة في القضية دي بتقدمها لوزارة الداخلية للتسجيل الجنائي بقى تمام وبتقول لهم أنا واخد براءة هو بيستعلم عن الشهادة وبيسدد الحكم ده آه بيسدده عنده بس بيستجلش عن كمبيوتر لا بيسدده في الكمبيوتر لا يا فندي طب أنا هقول لك وطائع أنا هقول لك على حاجة أشد من كده أنا كان عندي متهم صدر ضده في جناية خدسة جنات ثلاث سنين قضى العقوبة يا فندي وقضى العقوبة محكمة النقد لاغة الحكم لاغة الحكم وأحالت الدعوة لدائرة مخالفة جميل لدائرة أخرى دائرة أخرى نظرة الدعوة راحت المتهم ما حضرش راحت مدياله حكم غيابي هو نفذ ونفذ خلاص مديت له حكم اتعمل بقى لك محصر اتقابل عليه تاني وبينفذ مرة تانية اتفضل محبوس لأعادة الإجراءات فاطلة زمنية مين النارات المسؤول عن الموضوع ده حكم أحكامي اللي بتفضل من قبل محكامة النقد ما هو ده معلش خليني برضو بقول ما هو النهاردة ما اتتبعتش ونزل مين بقى لي تابع ما هو النهاردة في قسو هقول لك خليني برضو زمن بقول لحضرات كده انا برضو في الكفة في الميزان النهاردة المحامي اللي عمله إجراء الطعام إجراء الطعام بالنقط تابع لحد نزول الجلسة ما هو ما تباعش ما هو النهاردة في سقطة انه خلاه ما أبلغوش بانه في جلسة جديدة وخلاه يتحكم عليه غيره هو المتهم نتيجة انه هو ايقن انه هو نفذ فقال لك خلاص المتهم احنا بيتكلم عن المتهم انما النهاردة في قصور في قصور من الاطراف تمام انما النهاردة الجهة بقى المعنية لسجلة الحكم الغيابي هي لا تعلم انه نفذ او ما نفذ طبعا هي لا تعلم المفروض انه نازم طالما صدر حكم بالادانة بداية وتم تسجيله على الكمبيوتر وبعد كده تم الطعن في هذا الحكم بطريقة من طريق الطعن وقضي فيه مجددا بالالغاء وبالبراءة لازم يتم تسجيله اه انا كرجل ضابط شرطة المفروض ان انا ما عانيش في المعلومة اللي انا هاخدها بشأن الشخص اللي قدامي وفي نفس اللحظة ما يصحش بحاجة الضابط الشرطة يعني هو بيكشف في الادلة الجنائية او في الدعس الجنائي احيانا احيانا خاصة الاحكام اللي بتصدق ده دلوقتي من احقية محكمة النقد انها تتعرض لموضوع الدعوة فتقضي فيها بالبراءة في نفس اللحظة بيكون رقم الحصر في الاستناد مفتوح وعبال ما هو هو الشخص اللي جري على النقد بشهوه برضو مكلف انه يجري يمسح سيرته الزاتية اللي كانت سيئة على الكمبيوتر وفي نفس اللحظة اذا كانت الدولة معنية بتسجيل الاحكام الخاصة بالبراءة بالادانة فبالتالي يقع على عاطقها ايضا تسجيل البراءات لازم يكون فيه نوع من المساواة تمام انت شايف من وجهة نظر بالشرب الحل زي لازم يكون فيه آلية في وزارة الداخلية لتنسيق هذه النقطة يعني انا التسجيل الاحكام انا سجلت النهار ده الحكم الغيابي المتهم عمل براءة قضية فيها يسجل هذا ايضا لا دلنا كمان جايلي اسئلة او استفسارات او اضافات كمان بافكار من على الصفحة منها مثلا انه شخص اخد حكم غيابي في قضية مثلا حبس اه وبعدين اخد براءة في نفس القضية دي تمام لما راح عمل معارضة فيقولك هم سددولي الحكم كان في حكم على الكمبيوتر بيقول ان انا نصاب وتسددت يعني تم في خانة الحكم بتاعها انه حصلت على براءة اه يقولك انا سرتي تبقى سيئة ليه على الشاشة ان انا اخدت حكم واخدت براءة فيه ليه ما يكونش زي زي الطفل كما ولدته امه واكون دي نقطة تانية اه يعني دي نقطة تانية وفيها بقى حاجات اشد من كده يعني انا اتذكر انه ولد او يعني ولد جايب 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 جدا في كلية الحق ومقدم نيابة عامة فقالوله جدك عليه تشكيل عصابي في حكم وقت حكم تشابه اسماء مثالة كما في من ثلاث حاجة وتمانين يعني الف وتسفى عمية مثلا واحد وتمانين تمام طب اعمل ايه رح بقى ارجع للقضية قضية ايه اللي هتبقى موجودة مثلا الف وتسفى عمية وتمانين والرجل متوفي بقى له عشرين سنة وليه مثلا ابن في الشرطة مثلا تمام ففيه امور يعني انا حكم عندي عد عليه امد معين يبضل ملاحق مين طول حياتي هذا الحكم يعني وخاصة من وجهة نظرك خليني بالشكل العملي يعني انت راجل القانون وخليني بالشكل القانوني ازاي نساعد الدولة ونساعد الاجهزة والاجهزة تقف معانا يعني هل في خطة لده هل في تقديم طلبات لمجلس الشعب هل في طرق قانونية اتخذتوها في شبكة معلوماتية خاصة برضات الداخلية ده بالفعل في شبكة مرتبطة بالمحاكم وبالجلسات ويكون فيه وعي لذا الناس اللي هي بتقوم بتأييد الاحكام وفي نفس اللحظة تديهم احقية انهم هم يسجلوا يعني يعني الحكم بالبراءة هو يخافي يسجلوا مثلا ممكن تكون النيابة مثلا استألفت الحكم طبعه كلام مصبوط طبعه حتى لو النيابة استألفت فيه فده ما يمنعش ان الحكم صدب بالبراءة اه حديت هذا الحكم حديت عايز نهائية الحكم اه يا فاندن بتي ده ما يديش احقية ان انا اشير الى هذا في الكمبيوتر عشان انت متوقفنش كذبط شرطة وتعترض مسيرة لما كون مسافر من محافظة لمحافظة او راح اصيف في جهة مثلا فيها اجراءات امنية شوية عشان خطر السياحة يتم الراجل مثلا يحي طايف هو اولاده يتم التحفظ على الراجل كذب الفترة المصيف عشان كان عليه حكم مثلا الكهرباء او عليه حكم مش عارفين ده جال يعني انت بالذكر يعني بمناسبة الزكر اضايا الكهرباء جالنا كتير جدا من انواع الاضايا دي يعني اشخاص عاملين حاجة اسمها ممارسة سألت يعني يا جماعة ممارسة قالوا ان هما ما عندهم ش عداد وبتفق مع مباحث الكهرباء انها هتعمله مبلغ ثابت شهري كأنه تغريم عن انه ما عندهش عداد فلما ما يدفعش المبلغ ده لشهر او لكين بيتعمله محضر وبينزل جنحة فبيلاقي نفسه عنده 30-40 قضية سرقة واوقات بتتسجل على الكمبيوتر سرقة فقط سرقة فقط يعني مش سرقة الطيار كهرباء فبالتالي لما بيتشاف في الكمين وعليه مثلا القضية ولا اثنين ولا عشرة مسمهم سرقة الضابط من حق انه يقلق درجل درجل سارئ فهو النقطة دي المفروض يكون فيه علاج لها انا اضط على المتهم في ليه قضية قدر ضده حكم الغيابة في هذا الموضوع وانا عارف ان القضية دي بيتم يعني الحكم فيها بالانقضاء في حالة التصالح وفقا للتعديل الجديد بدرجة انك اول يشترط حضور المتهم بشخص دلوقتي لا دلوقتي الكهرباء مبهيش اه مقالصة يقضى فيها بالانقضاء دعوة الجنية بالتصالح فالان اللي يمنعني ان انا ادي صلاحية لمأمول الضبط القضائي اللي هو قام بالابضع على هذا المتهم انه يخليه يعمل المعارضة في الاسم اللي هو في الاسم اللي هو تابع ليه ويبعت اوراقه وهو للجهة المعنية لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بتحديد جهة الساعة وكلام ده انت قصدك ده تنسيق ما بين الوزارة العدل او النيابة العامة النيابة العامة والشرطة انا ادرب مثال بسيط اه انا ممكن تلاقي متهم عليه قضية زي كده ويتم الابضع عليه مثلا في فترة العيد قبل العيد وقفة العيد بيقضي العيد كله قبل العيد كله طبعا انا ليه ما ممكنوش من عمل المعارضة ده خليسم الشرطة في نفس اللحظة وبعد كده ابعت للجهة معنية ورقه ده هيوفر علينا كتير هيوفر علي حماية المسجون ده صح هيوفر علي ترحيلات امور كتير امور كتير امنية هتسهل امنيا كمان على اسم الشرطة وبعدين كمان المواطن نفسه هيشعر ان فيه انتماء انتماء وترابط بابينه وبين ضابط الشرطة مبقاش تطلع واخد على خطره ده انا بدلت قضية العيد عشان خطر خمسين جنيه ولا ميت جنيه قرابة حتى ألف جنيه صح اليوم يوم حبس في فترة عيد مثلا تسوى تسوى الدنيا فالنجم دي كلها مسائل جدية لابد ان ينظر فيها طب انتم عملتوا ايه ما خليني برضو في النطاق العملي يعني هل يسعى في تحل الامور الشائكة في القانون الا رجال القانون دي بقى دي بتتطلب ان احنا لابد ان احنا نقدم اقتراحات لوزارة الداخلية والوزارة العدل فيما يتعلق بتنفيق هذه المسائل بحيث ان انا المتهم اللي بيتم الابد عليه بصرف النظر بقى ان اذا كان متهم اصيل ولا فيه تشابه في الاسماء تكون في الية خليني اسألك هو هل ده يعني المقترح ده هالامور دي قانون ولا تعليمات عامة ولا ايه وضعها علشان لكيفها يعني هل تحتاج لدراسة في مجلس الشعب ومشروع قانون ولا لا لا يدخل في نطاق التعليمات الإدارية او كتاب دولي بيضر من قبل الشرط نياب العامة وشور نياب العامة او وزير او النائب العام فتبقى مسائل متعلقة بقالية كيفية تنفيذ الاحكام لانه المفترض تبقى لقانون الاندراتي الدينية ان الحكم الغيابي لابد ان يتم اعلانه ويتعدى عليه فترة قانونية معينة عشان ابتدي انفذ الحكم على المتهم يعني انا اعلن الاول المتهم بالحكم وتعدى عليه فترة العشرة تيام فانا اجي اقبض عليه يبقى كده ليه الحقية ان انا اقبض عليه لكن طبعا انت ده بحصلش خاليني اقولك انه بصراحة برضو انصافا للوزارة الداخلية والقائمين يعني مأمور ده التقاضي في زباط الشرطة تحديدا او قاته عدس ده بالفعل انه وقائع يتقبض على مثلا المتهم في كمين فيقوله ان انا لقيت عليك حكم غيابي فيحس من شكل الراجل او الشخص بانه سوي وانه راجل مش بتاع يعني اضايا ولا شكله اه مسألة شكلية فبيخليه يمضي على اعلان هل ده شكل قانون لا هو ده ده شكل كده يعني رأفة اه صلاحية انه يمضي من الاعلان اه انا احتفظ بالرخصة وتعمل المعادلة تيجي تاخدها اه استعمال رأفة اه 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 دي روح القانون اكيد بشوفها في كتير قابة المسوافة بين المواطنين مطلوبة امر طبيعي يعني انا انا شايف واحد حتى وان كان مثلا شكله يوحي لي ان هو مجرب وهو صدر ضد حكم غيابي فده لا هو ده ردا على حالة زي اللي عندك واشوفها عليه حكم غيابي فاستعمال الرأفة وروح القانون من الزابة الشرطة لعمر جميل اتعم محمد 95 جنيه بالضبط او للأسف هي دي جزئية التانية اللي حابب تعلن اوضحها برضو المشاهد لانه كتير او يسألوني عن الجزئة دي لما بيظهر في القضية بيظهر انها قضية نصب قضية تبديد طب بتاعت ايه مبلغها ايه اه تفاصيلها ايه مش موجود موجود رقم القضية وانها نصب والحكم كذا فحتى التسجيل الجنائي هل ده يجوز انه تحط تفاصيل القضية عشان الشخص يكون هو لازم تحط تفاصيل القضية لانه ان خطولة القضية ليها اهمية في عملية التسجيل الجنائي لان احنا لما بنيجي نسجل المتهمين نسجلهم على ثلاث فئات الف وبيه وجين ده فهمني بعد ده موضوع مهم جدا اه يعني انت نرضى عندنا الف دي المتهم شديد الخطورة زي اعمال البرتجة عملية الابتذاب عملية الارهاب دي جرائم من جرائم اللي لا انا بقول لكل المشاهدين اركزهم على مشار ماجد صلاح في جزئية مهمة جدا حتى التسجيل الجنائي طلع فئات وما طلعتش كده عملية اعتباطية يعني ده عملية منصقة فيه تلات فئات معينة بيتم تسجيل الشخص بمقتضاه تمام هنا بقى هل هنا هل يجوز وفقا للفئة اللي هو بينتمي لها تعديل البيان اللي وجد الموجود في الكمبيوتر لا عايزة فهم هنا بقى بتختلف لا عايزة فهم احنا قلنا ان احنا من الأسفل من المجرمين فئات الى تلات فئات جميل فئة ألف ده شديد الخطورة جميل الفئة بئ ده متقصد ادني مثال ادني مثال في القضية ألف مثال قضية ايه مثلا زي البرتجة جميل او انك انت الابتذاز جميل اما الارهاب دي برضو تدخل تحت الفئة ألف الجنايات يعني بصفة عامة اه لا ايه نوعية معينة من الجنايات اه من الجنايات طب الفئة بيه الفئة بيه دي مثلا زي جرأة من الأكل اخينا اه ضربت واحد قتلته بها الكلام ده دي بتبقى دخل تحت الفئة الفئة بيه اما الفئة الجيم ايه قضية تبديد كهرباء ضرب بسيط بتبقى جنح العادية اه حاجات تبقى عادية وده احنا بنسميه عندنا اسمه كارت المعلومات الجدائية للشخص بيبقى مسجل بيبقى مسجل مسجل بسألة خليني قبل مسألك على كارت المعلومات ده احنا بنحصل عليه منين او طريقة الحصول عليه خليني اخو اتصال من اسلام الاول مساء الخير اسلام تقريبا اتصال قطع ده طبعا بيبقى في قسم خاصة شبكة كده معينة خاصة بوظارة الدخلية الدخلية بيبقى مسجل عليه المعلومات دهше utilizهارش deliver دي بخلاف الشبكة المتصبة بالسجل المدني اللي هي بيسجل عليها الحكام النهائية الي تم تنفيذها اللي هي بتنزل في الفيش اه الفيش الجنائى بتنزل في الفيش الجنائى طيب بمناسبة الفيش الجنائى خلينيه هرجع له بس اكمل جزئات دي لاننا انت تذكرتنيه بجزئية مهمة جدا هي الفيش الجنائى بس خلينيي اكمل كارت المعلومات الاول معك النهاردة مفروض بقى أنا فيه إجراءات معينة عشان أبتدي أرفع اسمي من القوائل دي إذا كان مثلا أنا درجة ألف ففي حاجة اسمها بالقلون اسمها رد الاعتبار إن أنا أرفع دعوة رد الاعتبار إن أنا بعد نفاذ الحكم الجنائي ومضي فترة زمنية معينة ممكن تتراوح ما بين 3 سنين لـ 6 سنين على حسب طبيعة ونوع القضية إن أنا أتقدم بطلب للنيابة العامة النيابة العامة بتعمل تحريات هل تم إدانته في خلال المدة دي في جريمة ولا لأ ويرفع الأمر إلى القاضي فالقاضي بيرد اعتباره وبناء عليه وبيحاره بتاخدوا الحكم ده وبتروح خليني أخذ صال من إسلام رجع لنا مرة تانية مساء الخير يا إسلام مساء النور يا فن تصدر دلوقتي يا باشي حضرتك أنا رجل موظف والعمل بتاعي بيخلص على الساعة واحدة بعد منتصف الليل دلوقتي أنا مروح في لجنة وقفتني نزلت خد مني البطارة نكشف عليها معاه على الجهاز بيمال الرقم الكامل لحد دلوقتي مال رقم الكامل وصلع ما عليش حاجة ما عليش حاجة كمان فدلوقتي لقيت وقف مع سكاري وقف بيقول لي خدهم دي ديت لقيت حيازة سلح أبيض ما انت قلت لي معلاكش حاجة آه معليش حاجة وهو قال معلاكش حاجة بتمطي له يعني بتقول له انت ما سألتوش دي قضية إيه؟ قال لي لأ فيه فيه ان هو سابقت ان انت حيازة سلح أبيض آه روحت آه روحت النيابة الضابط يوتيلي النيابة قال لي الرقم اللي هو رقم عضية أو حاجة فقلت له لا ده معليش حاجة وتشابه أتماء كمان تشابه أتماء المنطق خرجت بعد كده بتابع مع حد يعني يعني يصر عشيش ان انا لسه فيه قضية هذه سلح أبيض فده ايه العمل طيب هنقول لك الحل ايه؟ هو أحمل معرضة طيب هو ما لقاشي القضية بتاعته آه طب المفروض ان هو نظم يقدم طلب النيابة العامة بقى يعني لتحديد الاختلاف ده لاني لها كده يطلع له شهادة بقى يطلع شهادة من مش هو الشخص شهادة بش نفس الشخص المنتهب في القضية رقم كزا يعني انت بتقدم يا سلام طلب للنيابة العامة اللي عندها القضية دي بتقول لهم ادوني شهادة والدوني ما يفيد ورقة رسمية من عندكم مختومة بتفيد ان انا مش صاحب القضية اللي رقمها كزا اللي هي سلح ابيض موضوع مهم موضوع كبير ده بيتحكم في مصارف الناس اه الناس بتتظلم وناس بس خليني القاعدة العامة في التسجيل هي قاعدة سوية في انك ما تبقاش نصبت علي او يعني ليه حق عندك وتبقى عايش في الدنيا كده في المتاعة هو انا ببصلها اش كده انا ببصلها ان انا ادنتي بحكم القضاء النائبات يبقى انا يسجل هذا الحكم ويبقى انا ده عنوان للحقيقة طيب اما اذا انا اتحكم لي بالبراءة يبدل الحكم اللي يطلبني ليه اه يعني انا انا يعني قد اتفق واختلف معاك شوية انما خليني بس اخد اتصال الاول من استيس جهلان مساء الخير مساء الخير مساء الخير الاسم استيس جهلان نا ايوه يا ايوه يا جهلان احنا باش احمل محافظة اكثر منورنا انا مستهل حضرت وقتا انا حضرت عندي مشكلة تفضل حضرت وقت نسبة الدرائق والمجلس المدينة او هاي محافظة محافظة بتيجي بيس مع اولادي بتيجي بيس معنا اعمل الوقتين لا تاني افهم معلش بالراحة حضرت اي محافظة بتيجي من نسبة للمنزل اه او المحلات او اي من نسبة الراي من نسبة لطاح الزراع من نسبة اي حي يعني المحلات دي باسمك انت انا معجرها معجرها لا يعني اه انت مأجر المحلات والمحاضر بتتعمل باسمك اه طيب ايه اعمل حاضر هقولك دلوقتي هارد عليك يا الضرايب طبعا العين بتبقى ضمنه العين ضمن اه يعني هو مثلا كان فيه واحد قبله بيه طيب يعمل ايه والراجل مؤجر دلوقتي والراجل دلوقتي يعني يعني خلاص رفع ايديه من عن ادارة العين وما بقاش مختلط بالجهات الادارية واقجرها هو اذا كان تم تم جراءات حجز عليه فهو بيقى من دعوة استرداد اه على طب واذا فيه جنح ولا حاجة يعني من من الدرائب من التأمينات ده معناه انه هو تم الحجز وتحديد جلسة اه 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 اتبدد وهو مش عارف اه فهو بالطال انه هو بقى في الحالة دي يبلغ الجهات كمان انه هو راجل مؤجر انه هو راجل مش مدير ما دي ما لهاش علاقة بقى بالدرائب انت المرادة لما بنتيج يطقف الدم القاضي الجنائي يطقف بجريمة تبديد الاشياء اللي انت تم تعيينك حارس عليها اه فدي وقعة ودي وقعة لديها فالراجل يخرج من هزاق ويخرج من المشكلة دي بعد هو في الحالة دي بقى انه يرفع بقى دعوة عدم اعتداد اه قدم قاضي الأمور مستعجلة ويقدم افادات بانه هو انه مش هو الشخص المعني وان الشخصات دي طلقت المحل من تاريخ كذا وعلى حسن ما ينتهي القضاء فيما يتعلق بالنقطة دي بعدم الاعتداد محضر الحجز ياخد ما يفيد نهاية هذا الحكم ويستند بي قدام المحكمة انه حتى مع فرض انه انا قمت بتبديد هذه الأشياء فهذا ملكي الخاص وبدليل ان ما تم من اتخاذ الجراءات متعلقة بإقاع الحجز قضية فيها قدام القضاء بعدم موضوع شائق جدا ويعني باعد مشاهدين انه مش هيخلص ومش هتكون اخر حلقات فيه ويعني حتى لسه زمانينا في الكنترول بلولنا معاناة الفولات كتير للموضوع انما نأسف لعدم اتمام المكالمات انما الموضوع باعد كل المشاهدين دي هتكون البداية مش هتكون النهاية فيه احنا ورا الموضوع لانه الموضوع فعلا حقيقي شائق جدا بيدايق وبيأزي ناس كتير ومواطنين ابرياء واسوياء بيقعوا في المغرز احنا ورا الموضوع لحد النهاية معانا المشار ماجد اللي بيوعدنا انه دايما يكون معانا عشان يسند الحق وانا ده اللي بقوله دايما اي حالات كمان هو اعلن انه يتبنى هذه الحالات واللي عندها مشكلة في التسجيل الجنائي والقضايا مش بتاعتها او القضايا لم تسدد هو الراجل كمان يعني ابدأ كل ساعة الصدر في انه يتولى المسئولية كاملة عن الحالات اللي هتجلنا عن طريق الصفحة وعن طريق الاتصال والمتصلين بينا ومشاهدنا الموضوع هنفضل نفتحه وهنفضل وراه في دفتر احوال لحد باذن الله ما ننصك مع الجهات المعنية عشان الموضوع يتحل امر المصريين يهمنك جدا جدا حالي بتقول الكلمة في نهاية الحلقة انا بشكرك انا بشكرك في نهاية حلقتنا المشار ماجد صلاح عبدالسلام المحامي بالنقض وزي ما بقول دايما احد اعمالي دفتر احوال بشكر كل مشاهديني وبقول لكم اراكم الاسبوع الجاي على خير باذن الله في دفتر احوال ما تنسوش تتابعونا على صفحة دفتر احوال بالعربي هي دفتر احوال يبعتلنا اي حد عنده مشكلة يبعتلنا رقم تليفونه حتى وهنا تواصل معاه اراكم الاسبوع الجاي على خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة